اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الادوات المنزلية الحديثة فيديو النهاردة فيديو مميز جدا 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 هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدروا تحصري على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة أشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو ولو أنت أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتبعي قناتي أتمنى أنك تنضمي لنا وتعمل اشتراك للقناة وتفعلي زر الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله ولو الأدوات اللي في الفيديو دي عجبتك أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معنا بالفيديو ده وهنتشوف ونتعرف مع بعض إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي وإزاي نقدر نستفيد منه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار أو الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك إن انت تجففي مختلف أنواع الخضار أو الفكهة يعني مثلا لو أنت عندك ملوخية أو خاص أو أي نوع من أنواع الخضار أو الفكهة تقدر إن انت تجففي بكل سهولة من خلال المجفف ده بعد كده هنتشوف عندنا رف تنظيم تقدر إن انت تثبتي عندك فوق كرس الحمام وتنظم عليه المنازيل أو أدوات الحمام زي الشامبوهات أو الكريمات أو العطور بعد كده هنتشوف عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر إن انت تثبتيها على الجدار بكل سهولة وتنظمي فيها مختلف أنواع البوكاليات اللي بتبقى عندك بعد كده هنتشوف عندنا منظم للبوكاليات بيجي متقسم لتت أجزاء تقدر إن انت تنظمي فيه ست أنواع من البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي معاه أدامة عيارية تقدر إن انت تعاير بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت نظمتيها في المنظم ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدري من خلال المطحنة دي تتحني الرز أو السكر أو الشطة أو أي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوينتي السيليكون ده طبعا الجوينتي ده تقدر إن انت تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديكي من المواد الكيموية أو مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت بعد كده هنشوف مع بعد عندنا كفر لكرس الحمام وهو بيكون مصنوع من القماش بيجي متوفر بكذا لون تقدر إن انت تختاري اللون المناسب لكي بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر إن انت تنظمي به السوسات أو التوابل أو الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر إن انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزها وطبعا تقدر إن انت تثبتيه عندك على الرخامة أو في دلاب المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر إن انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر إن انت تنظمي بيها البطاطين أو اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاكي كمية كويسة جدا من أي حاجة انت عاوزت تنظميها بيها وبتساعدك برضو إن انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في الدولات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن ثلاث أدوار تقدر إن انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله ومختلف أسلاك الأجهزة أو كل أسلاك الكهرباء اللي تبقى موجودة عندك أو تقدر تنظمي عليه جهاز الانترنت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضار طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر إن انت تقطعي بيها مختلف أنواع الخضار بأشكال كتير قوي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القشاطة والقشاطة دي بتيجي عريضة جدا بتساعدك إن انت تلمي كل المية أو كل التراب اللي بيبقى على الأرضيات أو اللي بيبقى على مختلف الأسطح اللي بتكون عندك وتقدر إن انت تنظمي بيها من تحت الكنب أو السرير بكل سهولة وطبعا تقدر إن انت تنظمي من خلالها المرايات وتتحكمي في الطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف أشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر إن انت تعملي أي شكل من أشكال المكارونة اللي انت عاوزيها وهنا معنا الأداة اللي بتساعدنا إن احنا نشيل الأمعة أو البزر اللي في الفكهة أو الخضار يعني تقدر إن انت تنظفي بيه الخضار أو الفكهة بطريقة سهلة جدا زي ما ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا الجهاز اللي بيساعدنا إن احنا نشيل كل الوبر اللي بيبقى موجود عندنا على مختلف أنواع الهدوم وطبعا الجهاز ده أكتر وقت بتحتاجي فيه في وقت الشتاء بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبوكاليات تقدر إن انت تنظم فيه ست أنواع من البوكاليات زي الرز أو السكر أو الدقيق والمنظم ده بيجمعاء أداة معيارية تقدر إن انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت بنظمها في المنظم ده بعد كده عندنا الأداة دي بتساعدنا إن احنا نقشر البيد المسلوق بطريقة سهلة وسريعة جدا زي مظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة اللي تقدر إن انت تثبتيها على الرخامة وتقطع عليها كل الخضار أو كل اللحوم أو السلطة أو أي حاجة انت عاوزاها ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على كرتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وجير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الأدوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن التي عيتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عن الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدرين ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية الليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة